سيرع قوي بين أرسنال والسيتي نعرف السيتي سيتنقل يوم الأحد الساعة ثانية ونصب توقيت الجزائر لمواجهة نادي إيفرتون في ملعبه ثم ساعتين بعدها أرسنال يستقبل برايطون في مباراة قوية برايطون كان خسر بخماسية في الجولة الماضية بشكل مفاجأة جدا فوق أرضية ميدانه أمام نادي إيفرتون بخماسية مقابل هدف واحد في مباراة كانت انطلاقتها الصاروخية بالنسبة لإيفرتون إيفرتون 32 نقطة بعيد بنقطتين فقط على مناطق الهبط يعني على لايستر سيتي بالإضافة إلى نادي ليتس لايستر سيستقبل ليفر بول في مباراة كبيرة أيضا أعتقد أن هذه الجولة 36 ستكون حاسمة خاصة بالنسبة لنادي أرسنال أرسنال المطالب بالفوز على برايطون مهما كانت نتيجة إيفرتون أمام سيتي وانتظار المباراة المتأخرة الأسبوع القادم عندما يتنقل نادي منشيستر سيتي أيضا هو الآخر إلى برايطون للاعب مباراة متأخرة عن الجولة السابعة مباراة بين برايطون والخلن لكن الفرق لما نشاهدوا لتلتة أو لأربع مباراة سيتي بقالوا أربع مباراة أرسنال لتلتة مباراة أرسنال يستقبل يخرج يستقبل ولو أنه في الدول الإنجليزي لم يكن يستقبل لتنقل هذه القاعدة ولغيت تماما لأن كل مباراة جميلة مفتوحة لكل شيء لكن سيتي عنده تلتة تنقلات كاملة يتنقل إلى إيفرتون إلى برايطون ثم في الجولة الأخيرة إلى برايند فورد لأدي أداء حسن هذا الموسم على أن يستقبل نادي تلسي هناك صراع على مقدمة الترتيب وعلى لقب الدول الإنجليزي وهناك صراع من نوع آخر في مؤخرة الترتيب سنشاهد وإياكم جدول للترتيب لنتعرف على الفرق الأكثر تهديدا من الذي سيسقط ومن الذي سيبقى يعني ما يحزنك أن هؤلاء في نهاية الجدول نتحدث عن نوتينجهام بطل أوروبا مرتين نتحدث عن إيفرتون من الأبطال التاريخيين للدول الإنجليزي نتحدث عن ويستهام من كبار لندن نتحدث عن ليستر ومعجزة 2015 نتحدث عن ليتزا الذي كان بطلا مع كونتونا في أول نسخة البريمير ليغ سوطنطن أيضا من فرق المعادلات الصعبة على أرضها يعني البريمير ليغ دائما مثير سواء صراع المقدمة أو صراع المؤخرة هناك معارك طاحنة قادمة في الجوالات المقبلة ولا عزاء لمن يحبط إلى الشمفيونشيب محمد البطولة الإنجليزية دائما معودتنا فيها اندفاع بدني كبير نشوف أنه ليكون محضر جيدا خاصة في بداية الموسم دائما ما تكون عنده الكلمة ودائما ما نشوفه مفاجآت على غيرار كما تكلمت محمد على ليستر سيتي ليستر سيتي في يوم من الأيام شفناه بكتيبة يعني مغمورة بلاعبين من عرفوهم شوين داروا حقوا معجزة وفازوا بهذا الدوري ليه هو الدوري جيد صعب كي تشوف فرق مثل موشيستر يونيتد موشيستر سيتي أرسينال تشالسي هذا كلهم فرق محمد عندهم ميزانية كبيرة يعني وضخمة من الأموال ينتديبون أحسن اللاعبين ومع هذا نشوفه ليستر سيتي يخرج يعني ويفوز بل تلك البطولة هذا شيء وارد في الدوري الإنجليزي دائما ما تكون مفاجآت دائما يلعب بالآخر مع الأول يقدر الآخر يصنع المفاجآة آمن فريق لراه في أول الترتيب شفنا عدة مباراة وين كانت عدة مفاجآت دائما ما عودتنا يعني البطولة الإنجليزية إلى آخر رامق محمد نستنى نعم هناك سراع في المقدمة وصراع في المؤخرة ما الذي يستهويك سراع المقدمة والمؤخرة في تنين محمد سراع المقدمة كما شكوب لسيتي اليوم هو وأرسينال نقطة واحدة تفرقهم ولو سيتي عندها مقابلة متأخرة ولكن سيتي تلعب على عدة جبهات الأفضلية نقول دايما راح تكون لسيتي لأنه عندها الاعتداد ديلها قوي جدا اللعبين الاحتياطيين أو الأساسيين نفس الشيء أرسينال ما عندها ما تخصى ترمي كل قوتها باش على الأقل يكون خطاة مواشيستان سيتي هي تستغلوا تلتحق بالمرتبة الأولى أما المؤخرة يعني أندي كبيرة كما تفكرت تقدمت وقلت أنت يا ليستر ليتس سوطانطن إفيرتون خاصة إفيرتون لكن تلعب سنوات الماضية يعني دايما تلعب في وسط تلعب في المناطق الدافئة هذا الموسم تلعب على المراتب الآخرة ولكن هذه حلوة البطولة الإنجليزية إمري مدرب الشهر في الدولة الإنجليزية ليستحق بيدو أكيد خمس مباراة أربع انتصارات تعادل واحد قدم دورة قدم شهر في المجتمع ونسأش وين كان أسطن فيلا قبل قدوم إمري وفي شهر أفريل خمس مباراة أربع انتصارات وتعادل واحد تعادل واحد يستحق نعطيك أرقام جوارديولا هذا الشهر فوز ضد ليفر بول أربع واحد فوز ضد سوطنطن أربع واحد فوز ضد ليستر سيتي ثلاثة واحد فوز ضد أرسنال متصدر دوري أربع واحد فوز ضد فولهام ثنين واحد أخذ السدارة من أرسنال وأصبح متصدر البريمر ليج جمع سجل 17 هدف في شهر أفريل وتلقى فقط خمس أهداف يعني بربي كاميدو كيف يمنحون لقب أفضل مدرب في هذا الشهر لإمري ويتركون كانت بين إمري وغارديولا اختاروا الناس اختارت إمري غارديولا متعود على تتويج بعد لقب أنا إمري أيضا قدم شهر خرافي يعني فيها عاطفة لما غارديولا متعود قدم شهر خرافي مع أسطن فيلا وأسطن فيلا لما كان أنا إمري كان في مركز 18 مع أنا إمري ما حققه أسطن فيلا ميدو سمع أقل من ال أيضا يا أشباب مادو مادو ويعgio المدرب في الم juice نتحدثوا على نتائج شهر نتائج شهر غارديولا أفضل من إمري كيف تملح لإمري أنا أعطيت لك أعطيت غوارديولا أسقط أرسنال من على عرشه هذا هو تسويت كيف أشهده تسويت ضد المنطق يعني هذا هو تسويت تسويت خرج أوني إمري ماذا سنفعل نحن حتى أوني إمري لا أنا تحدث على رايك أنت قلت لي أنا مع يستحق أوني إمري يعني غوارديولا لا يستحق لا مش ما أنت لا يستحق فيكون الزوج كيميريت يديه هذا اللقب وليه الجائزة الفردية كأن واحد أحق من الآخر بنظر إلى وسائل العمل هو الذي يزوتي دو طرفي سي بالامام والجودة ما يشنفسها قبل ما جي سيتي حاجة أو أسطن فيلا حاجة أسطن فيلا وش عنده عنده إميليانو مارتيناز بوين ديا مينكس المهاجم قلب الهجوم الإنجليزي راح لي أسمه قلب مسجل عديد من الأهداف عنده لوكادين ما عندهش أسماء كبيرة دوغلاس لويس أنا رسيتي أرمادة من الأعبير ونتائج رائعة وكبل ما جي إميلي لأسطن فيلا وين كانت كان مركز 17 أنا ما أعتقد هذا اللي خلا ربما يصوتوا عليه لأنه من المرتبة 17 الحقيقي من المرتبة 8 8 على ما أعتقد هذا اللي يشفع فيه تتفق بأنه إميلي هو الأفضل أنا أشوف محمد أنا مع الأرقام الأرقامية صحيحة الأرقام تقول أن ناكوارديولا هذا الشهر هذا بفز تقريبا بكل مقابلات وأزاحة أرسنال من المرتبة الأولى ولكن لما شوفوا إميلي لما التحق بأسطن فيلا كانت أسطن فيلا متواجدة في المراتب الأخيرة ويسعد بها إلى المرتبة التامنية محرس سيعود التشكيل الأساسية؟ في مباراة العودة؟ لا في مباراة إفارتون لا يشارك إفارتون في الدولة الإنجليزية يشارك محمد راح يكون عنده عودة موفقة إن شاء الله يكون في أتم الجاهزية معاوين هو لعب المباراة الآخرة في الدوري استرجع كامل قواه مدام ما لعبش المباراة مباراة رابطة أبطال أوروبا نشوفه محمد راح تكون عنده كلمة في هذه المباراة ورح يسحق المدرب قوارديون نعم ليستر ليفربول فريق يسرع على السقوط وفريق ما زال يطمح ميته خاصة أنه منشستر يونيتد سيستقبل على ما أعتقد نادي ويلفر هامبتون سيرع اليوم بقى بين أرسون بين ليفربول ومنشستر يونيتد لأجل الدخول في المركز الرابع المركز الرابع لأنه لما نشاهدوا بريتون أماله أعتقد انتهت بالخسارة بخماسية أمام نادي إفارتون في ملعب ولو أنه بريتون يملك مبارتين متأخرتين سيلعب أمام أرسونال أمام نيوكاسل أعتقد تولتها أو الأربعاء مباراة متأخرة وبعدها يلعب أمام سيتي مازال عنده مبارتين متأخرتين بالنسبة لنادي بريتون لكن خسرته أمام إفارتون بخماسية بعدته عن سباق مقارنة بليفربول وكذلك نادي منشستر يونيتد منشستر يونيتد لليفربول متقدم عليه مباراة واحدة فقط وفرق بيناتهم نقطة واحدة لذلك منشستر يونيتد مطالب اليوم بالتصحيح والفوز لأنه لو يخسر المركز الرابع لمصلحة ليفربول ربما سيكون أعظم كومباك قام به يورغان كلوب ويورغان كلوب منذ تغيير منصب ترنت أليكسندر أرنود إلى وسط ميدان ثاني أرنود هو اللعب الشهر منذ أن أصبح أرنود يلعب رفقة فابينيو في الفاصة دو كونستريكشون ومليه ولا يلعب طرواة دو طرواة تقريبا غير تماما شكل نادي ليفربول أرنود كان ضعيف ضد واحد دفاعيا على الجال يمنا دخل وسط الميدان والتي عنده امتياز الكرة الطولية امتياز دقة التمرير والتي عنده أيضا امتياز التغطية على فابينيو لما يخرج يضغط نعرفه بالليفربول يضغط عاليا لذلك نعم يورغان كلوب عنده 8 مباراة لا يخسرش في الدورة الإنجليزية الممتاز 8 مباراة متتالية فيها 6 انتصارات متتالية لا أعتقد بأنه ليستر بإمكانه الوقوف وجه لوجه أمام نادي ليفربول يبقى مجرد افتيرات في هذا المباراة نعم والفرعون المصري يا صغير محمد صلاح للموسم السادس تواليا يتجاوز عثبت 19 هدف يعني أرقام مرعبة لمحمد صلاح الإخوة في مصر يا حسين يقولون بأنه صلاحه أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي هل تتفق معهم في هذا الطرح؟ تتفق معهم محمد لأنه تلعب في فريق مثل ليفربول اللي عنده قاعدة جماهرية كبيرة ونعرف أن فريق ليفربول قديم الزمن محمد في إنجلترا كان من بين أحسن الفرق وكان الكل يتابع ليفربول ليفربول كان مثل الآن كما تكلمه على فريق ريال مادريد كما تكلمه على فريق موشيستر سيتي كفشراه بالآداء الخرافي ليفربول محمد عنده تاريخ جد كبير والكل يحب ليفربول عندما تتكلم معي أناس كبار محمد كبار علينا هكذا في السن قد محمده أكثر يقول لك فريق ليفربول فريق كبير شوفوا محمد صلاح أعطى دافع جد كبير من سوارس وطورس ثم محمد صلاح هذو لعبين محمد اللي عودوا ورجعوا يعني هيبة فريق ليفربول عودت ولات في الواجهة الفريق الأحمر كما يلقب محمد صلاح لاعب من طيراز عالي لاعب ليراه يقدم مستويات كبيرة لاعب ليراه يعني ينشيني محمد ليزيفور نشوفه بش تكون لاعب محمد صلاح لم يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدورة الإنجليزية هذا شهر شهر أفريل وإنما تم منح الجائزة لهالند إذا كانت الصورة متوفرة ست أهداف وتمريرتين حاسمة هالند أربع مباريات أربع انتصارات ست أهداف وتمريرتين حاسمة سؤالتك محمد صلاح أحسن جناح في تاريخ ليفربول الإخوة المصريون يقولون بأن محمد صلاح هو أحسن جناح في تاريخ دوري الإنجليزي دوري الإنجليزي فيه تاريخ دوري الإنجليزي في تاريخ دور الإنجليزي الممتاز، لكن أفضل جانح في تاريخ دور الإنجليزي بعيدة شوية خاصة في ليفر بول محمد كان عندهم كيغان بالطبع قادت على فريق ليفر بول ولكن ما تقول لي واحد من أحسن جانح في الدور الإنجليزي يقول لي واحد من أحسن وليس الأحسن محمد في الكرة القادمة الحديثة كل ذلك هنا يعتمد على الإحصائيات لو نجيبوا الإحصائيات تهادوا اللاعبين اللي ينشطوا على الأرويقة كما تكلم محمد كريستيانو رونالدو كما رك تقول أنت كيفين كيغان نشوفه محمد صالح راه يقدم في أداءته عنده إحصائيات محمد كل شيء يعتمد على الإحصائيات لأنه كي تقول عارف الإحصائيات أحصائية كيغان؟ سبحاني محمد لو تقول محمد صالح محمد صالح لعب كبير تقول كريستيانو رونالدو لعب كبير وماذا يفرق بيناتهم محمد؟ يفرق عدد المباريات عدد الأهداف المسجلة عدد الأهداف اللي اعطوها للزمالة هل تعرف إحصائيات كيفين كيغان؟ لا محمد أنا مقتكش معنا فاز تلك المرات بربطة الأبطال مكانكالية هذه على كل حال تبقى اختيارات مثلا تحدثنا عن اختيار إيمري كمدرب للشارع قلنا بأنه غوارديولا أيضا حقق نتائج ممتازة كان قادر يكون من بينه محمد صالح لم يتم اختياره كلاعب شهر هذا الموسم رغم أنه قدم شهر في المستوى شهر في العلالة لمحمد صالح نتحدث أيضا عن كيفين دي برين ملك تمرير في الدولة الإنجليزية هذا الشهر نقدم أربعة تمريرات حاسمة ومسجل هدفين مباريات خرافية وذلك لم يتحصل على جائزة أفضل لا مباراتين أيضا ما ننساش كان مصاب غاب على مباراتين متتاليتين مع مونسيستر سيتي ذلك حدوده قلت مقارنة بأرلينغ هارلند محمد صالح في شهر أفريل هذا ربما أفضل شهر في مسيرته هذا الموسم في الدولة الإنجليزية لأنه محمد صالح ما كانش في المستوى منذ بداية الموسم مر جانيبا مشكله على شكل ليفر بول بعودة ليفر بول عاد صالح وفيس فرسا لما عاد صالح عاد أيضا مع ليفر بول نعم لما غير يول غران كلوب القليل من أفكاره وتغير ليفر بول وأصبح أكثر قوة وصالح تحرر أكثر لأنه أصبح فيه لما دخلت ترنت أليكسوندر أرلند لوسط الميدان أصبح محمد صالح ما كان يجده الموسم الماضي دائما يبقى في وضعية واحد ضد واحد على الجهة اليمنى لأنه أرلند لما يدخل الوسط يجيب معه أوتوماتيك مو ليلي يقوشت الفارق المنافس لذلك أصبح صالح حتى طريقة لعب ليفر بول أصبح نعم ترتيب ومن بعد يمتد بالبوك في الصورة يخرجوا من كتفة العددية نحو الزاوية المقابلة اللي يكون فرغ علي محمد صالح محمد صالح لم يدخل ضمنها الخمسة الأوائل إذن إيرلينغ هالند أفضل لعب في شهر أفريل في الدولة الإنجليزية متبوع ببوكا يوساكا ثم مارتين أوديغارد لعب أرسنال ثم كيفن ديبرون لعب سيتي ثم ماركوس راشفورد لعب نادي مانشستر يونيتد المانيو ومشاكله العديدة في نهاية هذا الموسم المانيو يعني مر بفترة أكثر من رائعة وجمع الكثير من النقاط وأصبح وحشا وابوع بوعان ترجمة نانسي قنقر